اللي دايما احنا بنروح ونيجي ونتكلم عن مجموعة من المشكلات اللي بتهم المواطن وده يخليني بسرعة انقل على موضوع تاني وهو موضوع الازمات الاقتصادية السلع الاسعار الارتفاعات يا جماعة ما تكلوش يا جماعة كله كشري عشان الكشري فيه بروتين يا جماعة رجل الفراخ زي الفل يا جماعة تعالوا نتعرف على فواية تناول الجراد برح لما انتشرت الصورة بتاعت اعتقد وطن او الوطن هي اللي كتبت وطن وفيتو لا لا وكله كله مش فيته بس ده وطن وفيتو كله ما انت عارف يا عمي محمد ان السكريبت محمد ده المؤد بتاع الحلقة يعني مش هقول اسمه بالكامل عشان بيزعل فانت عارف ان السكريبت بيجي لكل الصحفيين التابعين للنظام زي بعض تلاقي فيتو وتلاقي في جريد الوطن وتلاقي الشروط وتلاقي المصر اليوم واليوم السابع وكله الحمد لله شغال من تليفون سامسونج وتعليمات اشرف باشا فاكر طبعا حضرتك اشرف باشا فخلاص تكلموا على الكشري وتكلموا قبل الكشري على رجول الفراخ وبعد الكشري ورجول الفراخ تكلموا على الجراد متخصص في علم المناعة كشف الفوائد الغذائية لتناول الجراد الجراد يا مؤمن وقالوا انه اكثر فائدة من الاسماك والوحوم الابقار بالمناسبة انا مش معطرد وماشي وحتفق معاك بس سمتة ليه ما بتفتكرش الفوائد بتاعت هذه الوجبات وهذه مش عارف ايه الا في الازمات لما انت تلاقي الاسعار غلية هنجيب فرخة لا نجيب رجول الفراخ يا عم احنا اكل لحمة لا انا اكل جراد يا عم احنا احنا اعمل كذا وكذا فتا لا احنا احنا اكل كشري طب ما الناس اكل كشري وبياكلوا وعلى فكرة الايام الخادمة هتلاقي فوائد العتس في الشتاء وفوائد فوائد شربة العتس فقا وفوائد الفول هتلاقي 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 يعني يعني دور اليومين الجايين وبعدين الاسبوع الجايين يجي نتكلم ونقول شفته الكلام اللي كنا بنقول فقالك الحمد لله الدكتور صلاح الهجري قال ان فوائد الجراد فيها فوائد غزائية اكثر من اللحوم والاسماك وده مسبت علميا وطبير طيب الحكومة وقالك حلال بالمناسبة بالمناسبة هو حلال قصة حلال وحرام نتكلم فيها لكنهم فيوش حاجة يعني حلال بس انت جاي تكتشف فوائده اليوم وانت شايف ان المصريين بالمناسبة بعض الدول بتاكلوا لكن شايف المصريين هيكلوه انت شايف ان المصريين حينفع تكوينهم وطبيعتهم تاكل الجراد طب وانت جاي تفتي هذه الفتوى دلوقتي ليه اشتركوا في القناة